سأأخذكم في جولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم وأحاديثهم الشريفة كي نتلمس مضمون الحقيقة التي حدثتكم عنها ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع ليس هناك من منطقة في التشريع تكون ليست مرتبطة بالتكوين وليس هناك من منطقة في التكوين ليست مرتبطة بالتشريع أنا أتحدث عن تشريع محمد وآل محمد الذي يتجلى تدريجيا حتى يتكامل في الدولة المحمدية العظمى في نهاية عصر الرجعة العظيمة والتي ستستمر خمسين ألف سنة هكذا أخبرونا وهذه هي عقيدتنا وهذه هي ثقافتنا الأصيلة لا شأن لي بهراء وسفاهة وغازات المرجع الأعلى في النجف أو غيره لا شأن لي بأولا أنا أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعن حديثهم المفهم وفقا لقواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبدأ معكم من سورة المؤمنون ومن الآية الحادية والسبعين بعد البسملة من السورة من سورة المؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم في أي جهة؟ في جهة التشريع في جهة الدين في جهة العقيدة ولو اتبع الحق أهواءهم ماذا جرى؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ارتباط واضح وثيق أكيد ما بين التشريع والتكوين أنا لا أتحدث عن فتاوى الأحناف والشوافع لا شأن لي بهؤلاء ولا أتحدث عن فتاوى الطوسي الأنصاري مرتضى الأنصاري الخوئي السيستاني لا شأن لي بهؤلاء أنا أتحدث عن ديني محمد وأهل محمد الذي لا يعرفه هؤلاء مطلقا لا الشوافع يعرفونه ولا الأحناف ولا الطوسي ولا مرتضى الأنصاري ولا الخوئي ولا السيستاني ولا البقية ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم هذا هو الذكر الحقيقي الذي هو نتاج وانعكاس عن التكوين بل أتيناهم بذكرهم بل أتيناهم بذكرهم ونعكاس عن ذكرهم على ذكرهم لو أن الأمة ولت عليا لو أن الأمة كانت وفية لبيعة الغدير لو أن الأمة نفذت مشروع الغدير لكان الذي كان ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن هذا فساد تكويني الفساد التشريعي يؤدي إلى فساد تكويني حين أتحدث عن فساد تكويني الذي يرتبط بحياتنا فحياتنا لا ترتبط بكل جزء في التكوين ما يرتبط بحياتنا في عالم التكوين هو هذا الذي سيكون فاسدا إذا ما فسد ديننا وإلا فهناك المساحة الأكبر من التكوين لا علاقة لها بحياتنا ما له علاقة بحياتنا هذا الأمر قد يكون واسعاً مضطرداً في الزمان القائمي ولا بد أن تلتفت من أن الفساد في العاصمة وهي الأرض سيكون مؤثراً على بقاع الكون الأخرى ولهذا السبب ومرت علينا الروايات فإن قطان الكون الذين لا يعلمون من أن آدم خلق أو لم يخلق يلعنون الأول والثاني لأن القضية لا ترتبط بالأشخاص القضية ترتبط بالعاصمة حدثتكم عن هذا فيما سلف لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم قد أحتاج أن أعود إليه في قادم الحلقات لا أدري إذا ما احتجت أن أعود إليه حينئذ سأحدثكم أكثر وأكثر في هذا الاتجاه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ومن فيهن من دواب السماوات من الكائنات التي ستشكل جزءا وجانبا من الدولة القائمية المهدوية الفساد في الأرض ينعكس عليهم تكوينا الفساد الديني التشريعي ينعكس تكوينا على الأرض وينعكس تكوينا على الكائنات الأخرى لأن الأرض هي العاصمة والأمان عند إمام زماننا وإني لأمان لأهل الأرض حينما يكون الأمان في الأرض تارة يكون أمانا إجماليا لابد أن تترتب الآثار على الفساد الديني لابد أن تترتب آثار الفساد الديني على التكوين فهنا يتجلى الأمان الإجمالي للحفاظ على الأرض بما هي هي من دون التفاصيل أما الأمان التفصيلي فهذا سيكون عند ظهوره الشريف وهذا الأمر هو هو بالنسبة للدين فإن الشيعة لو أخلصت لإمامها لراعى الإمام دينها بنحو تفصيلي وهذا واضح في كلماته ومرت علينا هذه المطالب في البرامج السابقة إلا أن الشيعة أعرضات عن إمامها ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من هنا فإن الإمام أوكل أمور الشيعة إلى أنفسهم هو يدرك الذين يستحقون أن يدركهم مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه الإمام يدركه ولا يتركه في يد ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا كي يقف به على الصواب الأمر هو هو في الجانب الدنيوي وهو هو في الجانب الديني هناك أمان إجمالي في الجانب الدنيوي وهناك أمان إجمالي في الجانب الديني ليس لكل من يقول أنا شيعي وليس لكل من يعيش في المجتمع الشيعي إنه الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه على وجه الحق وعلى وجه الصدق هنا يأتي لطف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه المطالب متشعبة ومتفرعة أعود إلى الآية الحادية والسبعين بعد البسملة من سورة المؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن الحديث عن أهوائهم في الجانب الديني في الجانب العقائدي بقرنة ما ذكر في آخر الآية بل أتيناهم بذكرهم الذكر عنوان للدين عنوان للعقيدة عنوان للتشريع بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الآية التي بعدها أم تسألهم خرجا مالا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازق هؤلاء ما عندهم من رزق تكويني ما هو برزق خير أعمالهم أدت بهم إلى ذلك أما أنت فخراجك خراج ربك هو خير الرازق هذا الخطاب لمحمد لفظا إنه للمؤمنين الصادقين المخلصين معنا القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جار محمد مخاطب لفظا المضمون لي ولكم المضمون للأمة أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازق هذه الآية تتحدث في مصداق من مصادق العلاقة ما بين التشريع والتكوين الفساد الديني يؤدي إلى رزق ما هو بخير ستؤدي الأسباب التي حول المجتمع الذي أفسد دينيا وأفسد عقائديا ستؤدي الأسباب إلى أن يكون رزقه حتى لو كان رزقا كثيرا ليس حلالا ليس طيبا سيكون حراما سيكون نجسا سيكون مغصوبا سيكون خبيثا وقد تجتمع كل هذه الأوصاف فيه وهذا الحكم يجري على الأفراد ويجري على المجتمعات فساد التشريع يؤدي إلى فساد التكوين والرزق هو جزء من التكوين الرزق بكل أشكاله في أشكاله المادية وفي أشكاله المعنوية ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن الفساد يعم على السماوات وعلى الأرض لماذا لأن الأرض هي العاصمة وأرض فيها الإمام هي إمام الأرض وسماء أرض فيها الإمام هي إمام السماوات وكل شأن يرتبط بالإمام سيكون إماما لكل أفراد ذلك الشأن هذا هو منطق الكتاب والعترة ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازق من سورة المؤمنون أذهب بكم إلى سورة البقرة وإلى الآية الخامسة بعد المئتين بعد البسملة وإذا تولى وإذا تولى إذا سار في طريق الضلال إذا خرج من جادة الهدى وإذا تولى الآيات التي قبلها تشير إلى هذه الحقيقة لكنني لا أجد وقتا كي أقرأ كل شيء عليكم في الآية التي قبلها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إنه يسير في الطريق الأعواج وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الآية ربما أشارت إلى إهلاك الحرث والنسل أن يكون هذا الفاسد من بني البشر أن يكون حاكما يمتلك السلطة فبإمكانه أن يهلك الحرث والنسل ولكن بحدود الآية لا تتحدث عن هذا المضمون تتحدث عن إهلاك للحرث والنسل عن إهلاك تكويني ليس إهلاكا محدودا كما يفعل حاكم من الحكام مثل ما فعل صدام مثلا حينما أحرق البساتين وأحرق القرى وأحرق المزارع في العديد من مناطق العراق مثل ما جفف الأهوار وفعل ما فعل ما فعله لا تنطبق عليه الآية انطباقا كاملا إذا أردنا أن نطبقها هو انطباق جزئي الآية تتحدث عن إهلاك للحرث والنسل للزراعة والنباتات مثل ما مرت علينا الفيديوات في الحلقات المتقدمة عن انقراض للنباتات عن انقراض للحيوانات عن انقراض للحشرات تحقق بعضه ولا زال البعض الآخر في الطريق قد يكون الإنسان سببا في ذلك وقد تكون شبكة الأسباب تشير إلى الإنسان الذي دمر الأرض ودمر تكوينها لكن القضية أعمق من هذه الأسباب هذه الأسباب الظاهرة إنها آثار للأسباب الحقيقية الأسباب الحقيقية تقودنا إلى الغد بمشروع الغدير من هنا في الروايات يأتي هذا المضمون من أن كل فساد في أعناقهما في أعناق أصحاب السقيفة ليس لأن أعناقهما يختلفان عن أعناق بني البشار إنما القضية فيما فعل المشكلة ترتبط بالغدير الغدر الغدر بالغدير هو الذي يقود إلى كل هذا الذي جرى ويجري وسيجري وإذا تولى هذا المفسد الضال وإذا تولى سعى في الأرض في الأحاديث ما من جدار يهدام ولا من عرض يهتاك ولا من محجمة دم تراق في الإسلام إلا وهي في أعناقهما بل يوجد ما هو أكثر من ذلك من أنه ما من سيئة في الأرض إلا وفي أعناقهما القضية لا ترتبط بهما بنحو شخصي القضية ترتبط ب مشروع الغدير مشروع الغدير كان مقدرا له ومقررا له أن يصلح ما تقدم من فساد البشرية وأن يصلح حال البشرية فيما بعد الفساد الذي كان متقدما على الغدير مشروع الغدير جاء ليصلح آثار ذلك الفساد وليزيلها الموضوع مفصل وطويل أنا أنا لا أريد أن أتحدث في هذه الجهة العميقة والعميقة جدا أعود إلى الآيات التي تخبرنا عن حقيقة الترابط الوثيق فيما بين التشريع والتكوين وإذا تولى هذا المفسد سعى في الأرض ليفسد فيها هذا سعي ديني عقائدي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها مباشرة جاء العطف ويهلك الحرث والنسل وكأنه هو الذي يقوم بهذا العمل التكويني من إهلاك الحرث والنسل ومر علينا أيضا من أن الحيوانات المنوية عند رجال الأرض قد ساء حالها والقضية أسوأ من ذلك بكثير هذه الأمثلة آتيكم بها لتقريب الفكرة أنا لا أريد أن أفسر الآية بهذه الأمثلة هذه الأمثلة لتقريب الفكرة وتوضيحها إنما أفسر الآية أفهم الآية وفقا للترابط الوثيقي فيما بين التشريع والتكوين مثل ما حدثنا سلمان قبل قليل ما حدثنا به سلمان هذا هو حديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حديث سلمان يصدق القرآن والقرآن أيضا يصدق حديث سلمان ما هذا هو التمسك بالكتاب والعترة هذه تطبيقات عملية على التمسك بالكتاب والعترة ما إن تمسكتم بهما هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما لن لن للنفي التأبيد لن تضلوا بعد أبدا هناك قيد الأبدية جاء لفظا أبدا وجاء مكتوما في لن جاء مدغما جاء خفيا في كلمة لن لن للنفي التأبيد لن تضلوا بعد أبدا أبدا أبدية ملفوظة ظاهرة وأبدية معنوية مخفية ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعد أبدا وإذا تولى هذا المفسد سعى في الأرض ليفسد فيها فسادا دينيا مباشرة من دون فاصلة ويهلك الحرث والنسل الهلاك التكويني للحرث والنسل هو من فعله لم يباشره بيده ليس قادرا على ذلك لكنه باشر الفساد الديني مباشرته للفساد الديني قادت إلى هذا الفساد التكويني وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إلى الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إنه الفساد الديني ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن نحن تحميد وتقديس له آثار تكوينية إنها بركات بركات في السماوات وبركات في الأرض تحميد الملائكة وتقديسهم وتسبيحهم الملائكة الملائكة إذا حفت بالمصلي ماذا ستصنع له ستصنع له البركة إنها بركة تكوينية ما هي ببركة تشريعية الملائكة بتحميدهم وتسبيحهم وتهليلهم وتقديسهم يتركون بركة تكوينية أثرا تكوينيا نافعا فيقولون لله نحن الذين بعملنا سنترك أثرا تكوينيا صالحا أما هؤلاء هؤلاء الذين سيكونون في الأرض سيفسدون دينيا وهذا الفساد الديني سيقود إلى سلب البركة من التكوين إلى فساد تكويني قال إني أعلم ما لا تعلمون هي قصة أبينا آدم وقصة نزوله إلى الأرض هي حكايتنا في الحقيقة هي قصة المشروع المهدوي الأعظم من هنا بدأت الحكاية وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهم عرفوا هذا أيضا من الأجيال التي استخلفت في الأرض وأفسدت وبسبب فسادها التشريع تحقق هناك فساد تكويني ومن هنا قضي عليهم أو أنهم نفوا من الأرض النسناس كانوا قبل الجن قضي عليهم وأما الجن فكانوا بعد النسناس نفوا عن الأرض الفساد التشريعي أدى إلى فساد تكويني وترتبت الآثار التي تحدثت عنها الروايات والأحاديث أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل التفاصيل التي وردت في أحاديثهم الشريفة الوقت يجري سريعا وعندي الكثير والكثير من المطالب كان كان بودي أن ألملم أطراف الموضوع في هذه الحلقة لكن الأمر لا يبدو كذلك نحن قريبون من وقت انتهاء الحلقة ولا زال عندي الكثير والكثير من المطالب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهذا سيؤدي إلى فساد تكويني بحسب سنن القرآن بحسب حقائق معارف أهل البيت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون مشروع الغدير سيصلح كل هذا الفساد من زمان أبينا آدم إلى يوم الغدير وحينما غدرت الأمة جاء المشروع البديل مشروع القرابين فقدم علي القربان الأول قدم فاطمة والقربان الثاني المحسن الشهيد بدأ مشروع مشروع القرابين بفاطمة وأخذت وأخذت القرابين تتلو إلى ليلة الحادي عشر حينما خرجت بنت فاطمة خرجت تكاد أن تتعثر بأذيالها هذه بنت علي خرجت خرجت من تلك الخيمة الممزقة تخطو وإيدا 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 إلى أن وقفت على الجسد الممزق المدمى على ذلك الجسد الذبيح الذي لا رأس له وضعت يديها تحت ظهره الذي داسته حوافر الخيول وضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعته باتجاه السماء اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان اللهم تقبل من محمد وآل محمد هذا القربان وأي قربان قربان سكن دمه في الخلط وقشعرت له أضلة العرش مع أضلة الخلائق سلام سلام على المجرع بكاسات الرماح سلام سلام على المجرع بكاسات الرماح سلام سلام على خده التريب وشيبه الخضي وشيبه الخضي سلام سلام على ثغره المرضوض بالقضيب ورحمة الله وبركاته سلام على فاطمة سلام على فاطمة في ليلة استشهادها ورحمة الله وبركاته تذهبوا إلى فاصل سورة الروم الآية الحادية والأربعون بعد البسملة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر تكوينا بما كسبت أيدي الناس تشريعا عقيدة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذه الآية هي الآية الأم في هذا الموضوع واضحة الآية ظهر الفساد في البر والبحر في كل مكان الفساد في البحر هل هو فساد ديني إنه فساد تكويني وكذلك هو في البر ظهر الفساد في البر والبحر فساد تكويني لأي سبب بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس دينا عقيدة تشريعا هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والخمسين إنه الحديث التاسع عشر بسنده بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه صاحب الكافي عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير الأنصار كان متوقعا منهم بدرجة وأخرى كان متوقعا منهم بدرجة وأخرى الخير رسول الله صلى الله عليه وآله أحسن إلى الأنصار كثيرا واهتم بهم مهاجر قريش أولئك كانوا حسادا للنبي وكانوا حسادا لأمير المؤمنين من البداية كان الحسد قد فتك فيهم فتكا عظيما الأنصار ربما ربما كان متوقعا منهم الخير بدرجة وأخرى ولكنهم حينما دخلوا في النقاش والجدال مع مهاجري قريش من أصحاب الصحيفة المشؤومة الملعونة الذين تعاقدوا على أن يخرج الإمامة والخلافة من آل محمد كتبوا ذلك في تلك الصحيفة المشؤومة التي يحدثنا عنها إمامنا الصادق وفي هذا الكتاب نفسه من أن الحسين قد قتل في ذلك الوقت الذي اجتمعوا فيه وكتبوا الكتاب إذا كتب الكتاب تلك الصحيفة المشؤومة قتل الحسين إذا كتب الكتاب أما حينما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقد ظهر الفساد التكويني في البر والبحر محمد ابن مسلم يحدثنا عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير يقولون لهم للمهاجرين ما فضلكم علينا إذا كنتم قد غدرتم بالغدير فمنا نحن الأنصار منا أمير ومنكم أمير تكون الخلافة وفقا لهذا القانون لكنهم أبطلوا هذا القانون وقالوا لهم من أن الأئمة من قريش جاءوا بقانون أهل محمدين كي يحتجوا على الأنصار به القانون الذي هم قد غدروا به وغدر المهاجرون والأنصار بمشروع الغدير وارتدوا عن دينه ارتدت الأمة عن دينها لم يبقى على الدين إلا المجموعة الزهرائية التي مر ذكرها قبل قليل قال عنهم أمير المؤمنين بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون وقال الأمير كما حدثنا الباقر صلوات الله عليهم وأنا أنا علي أنا إمامه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير في واقعنا الشيعي كذلك ظهر الفساد بكل أشكاله حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجاة سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة لأن الطوسية هو من جملة الذين خوطبوا في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد مصداق واضح لما تحدث عنه إمام زماننا مذ جنح كثير منكم كان موجودا وكان في أجواء الشيخ المفيد وهذا الخطاب كان شاملا له قطعا الطوسي كان على رأس المخاطبين بهذه الرسالة مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل عن الطوسي عودوا إلى برامج المتنوعة وإلى الحلقات المختصة بالشيخ الطوسي كي تعرفوا حقيقة هذا الرجل وماذا جر علينا من الويلات بسببه مات أجدادنا على الضلال ومات آباؤنا على الضلال ماتت أجيال الشيعة على الضلال مثل ما قال إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة ضلوا هؤلاء وأضلوا الشيعة أضلوا شيعتنا ضلوا وأضلوا نذهب إلى فاصل من سورة الروم أنتقلوا بكم إلى سورة الأعراف وإلى الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة وما بعدها من الآيات أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدي الآية في الأجواء الدينية في الأجواء العبادية في الأجواء العقائدية في الأجواء التشريعية ادعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين في الآية التي بعدها ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحديث هنا عن فساد وإصلاح في الأجواء الدينية في الأجواء العقائدية ادعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها إصلاح ديني لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها بعد أن جاء رسول الله وأصلح وأصلح الأرض بأي شيء بهذا المشروع العظيم بمشروع الغدير إنه إصلاح لما قبل الغدير وإصلاح لما بعد الغدير فلا تفسد الأرض بعد إصلاحها ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين في الآية التي بعدها وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذه الآثار التكوينية تترتب على الآثار التشريعية إنها الآثار التشريعية في جهة الصلاح والإصلاح الآيات السابقة ادعوا ربكم تضرعا وخفيا هذا صلاح وإصلاح إنه لا يحب المعتدين ابتعدوا عن أجواء الفساد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها حينما وضع برنامج الغدير ماذا قال الله سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم الفساد الذي كان قبل الغدير سيزول اليوم يئس الذين كفروا كافرون موجودون في يوم الغدير في مختلف بقاع الأرض لكنهم بسبب هذا البرنامج ضررهم سينتهي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين وفقا للمشروع لمشروع الغدير الذي لم يطبق بعد ولكن وفقا لهذا المشروع هذا مشروع إصلاح لما قبل بأثر رجعي ولما بعد لما يأتي بأثر مستقبلي ادعو ربكم تضرعا وخفيتا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هؤلاء موتى القبور وموتى العقول موتى العقول أيضا هكذا يخرجون من موتهم إذا ما حلت العقيدة السليمة في عقولهم والآية التي بعدها والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا علاقة بين التشريع والتكوين والبلد الطيب البلد الطيب رمز للصلاح الديني يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث إنه الخبث الديني الضلال الديني والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون في رواياتهم وأحاديثهم الكثير من المضامين بخصوص هذه الآيات تعود بنا إلى معارفهم وإلى علومهم الحقة اليقينية الصادقة لكنني لا أجد وقتا كي أحدثكم عن كل هذه المطالب أعتقد أن الآيات واضحة في بيان حقيقة الترابط الأكيد والوثيق فيما بين حقائق التشريع وحقائق التكوين وإلى آية أخرى من السورة نفسها إنها الآية الخامسة والثمانون بعد البسملة وإلى مدين أخاهم شعيبة مدين أرض في الشام ما بين الشام وجزيرة العرب في الطريق ما بين جزيرة العرب والشام وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها شعيب يتحدث عن فساد تكويني والذي يدل على ذلك عاقبة قومه لقد عوقبوا عقابا تكوينيا فشعيب هنا يتحدث عن فساد تكويني ولا تفسد في الأرض لأن هذا يتضح من عاقبتهم لقد عوقبوا عقابا تكوينيا وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا هو الجانب العقائدي والعبادي قد جاءتكم بينة من ربكم هذه المعارف والثقافة الدينية فأوفوا الكيل والميزان هذا التطبيق العملي لأحكام الشريعة فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هذا فساد تكويني يترتب على الفساد التشريعي الدليل ما جرى عليهم في عاقبة أمرهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم يشير إلى العاقبة التي آل أمرهم إليها بعد ذلك عقوبة تكوينية ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمني الآية واضحة وواضحة جدا وهي تطبيق عملي للعلاقة الوثيقة ما بين التشريع والتكوين الصلاح التشريعي يقود إلى صلاح تكويني مثل ما حدثنا سلمان في خطبته لو أن الأمة ولت أمرها عليا الفساد التشريعي يقود إلى الفساد التكويني وهذا ما جرى على قوم شعيب ومن الآية الخامسة والثمانين من سورة الأعراف أذهب بكم إلى الآية السادسة والتسعين بعد البسملة من السورة نفسها هذه آية واضحة صريحة جدا الصديقة الكبرى أشارت إليها في خطبتها مع نساء المدينة وقد قرأت ما قرأت عليكم منها ماذا تقول الآية السادسة والتسعون بعد البسملة من سورة الأعراف وَلَوْ أَهْلَ أَهْلَ القرى آمَنُوا وَاتَّقَ صلاح ديني الإيمان عقيدة والتقوى هنا تطبيق عملي لذلك الإيمان التقوى ولاية علي التقوى هي وسيلة الوقاية من النار ما هي حقيقة التقوى تعريف التقوى من أن يجدنا الله في موضع طاعته وأن يفتقدنا من موضع معصيته هذا تعريف علوي للتقوى هذا تعريف لآثار التقوى تعريف للتقوى بآثارها أن يجدنا في موضع طاعته وأن يفتقدنا من موضع معصيته التقوى أن نأتي بما فرض الله وأن نمتنع عما حرم الله هذه هذه هي التقوى هذا تعريف للتقوى بآثارها التقوى في عمقها الحقيقي ولاية عليها لأننا لا نتق النار بعباداتنا عباداتنا لا قيمة لها من دون التغطية الحقيقية لها بولاية علي العملة من دون غطاء لا قيمة لها غطاء العملة في زماننا متنوع لكنكم تعرفون من أن الغطاء التقليدية للعملة هو الذهب الدول التي لا زالت تغطي عملتها بالذهب عملتها تحافظ على قيمتها أما إذا كانت العملة النقدية من دون غطاء لا قيمة لها قد تفرضها الدولة بشكل خادع لتمشية أمور البلاد لا قيمة لها في سوق الحقيقة في البورصة الحقيقية لا قيمة للأوراق النقدية للعملة النقدية من دون غطاء عباداتنا أعمالنا لا قيمة لها من دون غطاء غطاؤها ولا يهت وعلي ومن هنا فإن النه صبية الأمر بالنسبة له سواء صلى أم زنى أم سرق هذه أحاديثهم لماذا عملته النقدية في سوق البرصة الحقيقية لا غطاء لها الذهب ولا يتعلي عبادتنا ما قيمتها إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي مساوي إذا كانت محاسننا مساوي إلهي من كانت محاسنه هذا إذا كانت عندنا محاسن من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوي مساوي أعمالنا أوراق نقدية من دون غطاء الذهب الذي يغطي هذه الأوراق ولاية علي ولذا فإن الصك الحقيقي في يوم القيامة واضح وثيقة الأموال الحقيقية هي صحيفة المؤمن ما هو عنوانها شعارها اللوغو ما هو عنوان صحيفة المؤمن في يوم القيامة ما هو حب علي بن أبي طالب هذا هو الغطاء الذهبي الذي له صكوك ومستندات وحسابات اعتماد حقيقية في أهم خزائن هذا الوجود هو خازن الوجود هو خازن الوجود وخزائن الوجود بيده فالتقوى ولاية علي ولاية علي ولو أن أهل القرى آمنوا آمنوا بولاية علي نظريا عقائديا واتقوا نفذوها عمليا على أرض الواقع هذا المضمون كله في القرآن نحن نتقي بالتقوى نتقي النار نتقي جهنم بماذا نتقي جهنم بصلاة من فدوى روح له الصلاة أو بصيامنا أي صيام هذا نحن نتقي جهنم بولاية الحجة بن الحسن التي هي ولاية علي حقيقة التقوى هي هذه التقوى في اللغة ماذا تعني التقوى وسيلة وقاية ما هي وسيلة وقايتنا صلاتنا صيامنا هكذا تعتقدون إذا كنتم هكذا تعتقدون ما أنتم بشيعة الشيعي هو الذي يعتقد أنه يتقي النار يتقي جهنم بولاية علي بولاية إمام زمانه التي هي ولاية علي بيعة الغديرين بها نتقي نار جهنم هذه هي الحقيقة من الآخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ماذا جرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذا هو الذي قصدته حين قلت من أن المدار كل المدار في مشروع الغدير نجاتنا دينيا ودنيويا في مشروع الغدير الصديقة الكبرى ماذا قرأت عليكم من خطبتها مع نساء المدينة وهي تحدث نساء المدينة لو أن الأمة ولت أمرها عليا لأوردهم منهلا نميرا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه شرحت ذلك لكم إلى أن تقول ماذا الصديقة الكبرى ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض ولفتحت عليهم بولاية علي ببيعة غديره بإمامة سيد الأوصياء ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض هذا هو منطق فاطمة إنه منطق أبيها الذي هو منطق الله منطق القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وصلنا إلى نهاية الحلقة للحديث للحديث تتمة هناك الكثير من المطالب المهمة سيأتي بيانها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لكنكم لكنكم تذكروا هاتين الحقيقتين حقيقة يشير إليها عنوان هذه الحلقات المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هناك مساران مسار للتعظيم مسار زهرائي ومسار للتقزيم مسار طوسي شافعي أشعري معتزلي مرجئي بتري تقصيري نجفي سيستاني خوئي إلى بقية الأسماء الحقيقة الثانية ما كنت أحدثكم عنها الترابط الوثيق ما بين حقائق التشريع والتكوين نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في عمان الله